لم تكد العملة الوطنية تستعيد عافيتها بعد تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في عدن حتى وجهت لقيادته اتهامات بالتآمر لنقل البنك المركزي من عدن إلى صنعاء الاتهامة التي ساقها مسؤولون في الانتقالي نفاها البنك المركزي متهماً المجلس الانتقالي بالتحريض ضده والعمل على إرباك السوق والتأثير على استقرار العملة الوطنية مؤكداً أن العاصمة المؤقتة عدن لم تعد آمنة لعمل موظفي البنك تصعد التوتري بين المجلس الانتقالي والبنك المركزي دفع بالسفارتين الأمريكية والبريطانية للتعبير عن قلقهما إزاء تصعيد الخطاب ضد البنك المركزي في عدن داعيين جميع الأطراف الاحترام استقلالية البنك المركزي ودعم جهوده لتحسين الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد منذ إنشاء المجلس الرئاسي والانتقالي يمارس ضغوطاً كبيرة للسيطرة على مؤسسات الدولة لن يكون آخرها البنك المركزي الذي يطالب الانتقال بإعادة تشكيل مجلس محافظي البنك بما يحفظ له نصبه التوتر القائم بين البنك المركزي والمجلس الانتقالي انعكس سلباً على سعر العملة الوطنية حيث شهدت انهياراً سريعاً وصل فيه السعر الدولار الواحد لنحو 1200 ريال ويحذر مراقبون من استمرار المجلس الانتقالي في محاولات بسط نفوذه على البنك المركزي الأمر الذي قد يساهم في إرباك السوق المصرفية وانهيار العملة وهو ما سينعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين في البلاد